نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحة تواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة سويس نتيجة لقرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023 أوضح المركز الأعلامي أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر أليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية وذلك من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة وذلك لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها لاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة كما أكد المركز الأعلامي أيضا أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري التي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي